كلنا نعرف شخص أو اتنين أصيبه بفيروس C الرقم كان كبير جدا جدا خلينا نقول عايزة عارف النهاردة إزاي قدرين أن احنا نقعد النهاردة ونقول لا مصر قضت على فيروس C إزاي مصر قدرت تحرز تقدم كبير في هذا الملف بالتحديد لأنه ده كان حاجة ملف شائك وكان فيه للأسف فئة كبيرة قوي من المجتمع المصري مصابة بهذا الفيروس فإزاي النهاردة قدرين نقول لا احنا قضينا عليه طيب لو تشمعيني خلينا نقول في الأول أن احنا سنة 2014 يعني من 9 سنين كان الوضع إيه كان مصر تمثل الدولة الأولى في العالم للأسف الشديد في نسبة الإصابة فيروس C فيروس C كان المشكلة الصحية الأولى في مصر ليه بقى؟ من وضوع مش التهب كبدي حاد وعدين مزمع لا المضاعفات فكان فعلا نسبة المضاعفات تبع علي جدا جدا ومن هنا كان التسك والتحدي الرئيسي أمام الدولة المصرية وكيدة المصرية هي كيفية موجد المشكلة الصحية الأولى دي وخلينا أقول أن احنا من مسألة كانت وصمة بتصبنا كلنا حتى في المؤتمرات العالمية في المراجع كلها أن مصر رقم واحد نسبة الإصابة والنسبة دي كان من نظمة الصحية العالمية كانت ألف 2014 أن حوالي 22% من الشعب المصري بيعاني من فيروس C أهنا على الأرض الواقع كنا نقول لا النسبة أقل من الواقع دي سابت عندنا كان حوالي 17% كان حوالي 5.5 مليون مواطن مصري بيعاني من فيروس C في 2014 طيب الوضع إيه اللي حصل كان من حصن الطالع إن تم اكتشاف العلاج الفعال بيؤخذ بالفم وبطريقة سهلة جدا بلوص فالدي ودعمه واعتماده في ديسمبر 2013 كان أول مريض مصري بياخده في شهر اكتوبر 2014 فعشر شهور بالضبط عملتي اتفاقيات مع الدولة المنتجة جبت كميات الكافية عملتي لوجيسيات الموضوع وبدأت يتوزعي العلاج مجانا عن طريق المراكس تابع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ده مش طريق من 2014 ل2018 عالجنا حوالي 2 مليون مواطن مصري جينا الناس اللي كان عارفين عنده فيروس C يعني معظم تم علاجه المشكلة بتاعتنا إن معظم مرضى فيروس C ما بيقوش عارفين عن ضمن المرض وبدخلوا في المضاعفات حتى لو قدر الله بيدخلوا فيه أورام اللي كان ما عارفوش فكان التحدي إن أنت تكتشفي الناس دول في المجتمع كله من هنا كان فلسفة مبادرة 100 مليون صحة اللي هي مبادرة تاريخية كاشف مباكر فيروسي واخدنا معها الأمراض الغير سارية اللي هي الضغط والسكر والسمنة في 7 شهور بالضبط المبادرة أعلنت فيه أول أكتوبر 2018 حتى آخر إبريل 2019 تم الكشف عن 62 مليون مواطن وده رقم كبير جدا جدا في 7 شهور بس وقدرتي تكتشفي المرض في حوالي 2 مليون و20 ألف مواطن مصري وتم علاجهم بالإيه؟ بالعلاج الفعال المصري وده حطوا تحتها مليون خط عملتي يعني كذا إنجاز أولا إعادة ثقة في العلاج المصري وفرت مليارات العملة الصعبة ومن هنا كمان عملتي بداية للمغادرات اللي هي الرئاسية السليمة المعتمدة على قاعدة يعني الديتابيز القاعدة بيانات قوية جدا كبشكل ممتاز جدا جدا صحيح دكتورو إحنا نتكلم عن مرض فيروس إحنا عارفين إنه هو بيأتي من تلوث المياه في المقام الأول لا أمال ممكن تلوث الأكل برضو لا لا خالص اختلاط الدماء خالص لا خالص نحنجاوب أتفاض الأه أردنا بص خمس فيروسات بيسموه هباة توتروبيكس اللي هو بيسوطنوا الكبد وبيحبوا الكبد أي الخمس فيروسات اللي هي A و B و C و D و E الأه والأه اللي حضرتك تفضلت به اللي هو ينتقل عن طريق الطعام والشراب لكن ال B و C وال D دي غير مكتمل اللي يجي على فيروس B ال B و C و D بينتقل عن طريق إيه الدم ومشتقاته يعني عمليات الجراحية لو الأدوات مش مزبوطة أي شيء بيختارك الجلد أو الرشاء المخاطي وكان هذا الشيء مختلف بالدم شخص مصاب بيصيب الشخص السليم يبقى عن طريق إيه العمليات الجراحية ينقل الدم الحاجات دي كلها يعني ما كانش يساب تلوث المياه ده فيروس A A و E خلينا نتقل لحاجة تانية قصة منإشارة منظمة الصحة العالمية بهذا الأمر وحضرتك بتحضر بالتأكيد بمؤتمرات علمية كتير وشوفت أكيد تقدير الأطباء من جنسيات أخرى للتجربة المصرية رصدتها إزاي في عينهم أحدثهم كتعاملة إزاي أنا بتكلم عن ردود الأفعال شوف حضرك إحنا يعني إنجاز سريخي بجميع المقاييس مقاييس العلمية والإحصائية وكله يعني لما نقول إحنا عشان أنا أصردت الموضوع إن قبل 2014 كان إيه الوضع إن إحنا رقم واحد في العالم بالنسبة الإصابة والحاليين أنت نسبة الإصابة إيه أقل من واحد في المناعة السكان وإحنا بنجهز نفسي إن إحنا نكون أول دولة في العالم تحصل على الشهادة المائية من منظمة الصحة العالمية بخلوه مصر من فيروس C الإشادة إشادة زي ما حضرتك أفضلتك في المؤتمرات إشادة دولية من خلال من نظام الصحة العالمية فعلا في جميع يعني عايز أقول مناسبات وحطت مصر كموديل نموذج ليحتزى به أي دولة بتعاني من فيروس C إنها تأخذ التجربة المصرية إنها تحط هدف لها هل أمراض الكبد بتعالج تماما يا فانتم يعني هل النهاردة نقدر نقول مريض الكبد ده بتعالج تماما ولا بيبقى فيه لسه رواصب من هذا المرض السؤال المهم جدا طبعا هو أنا بنقول مرض الكبد كلهم جزي بعض مرض الكبد فيه أمراض فيروسية ويمكن اليوم العالمي النهاردة بالنسبة خاصة للتهاب الكبد خاصة للتهابات الفيروسية التهابات الفيروسية نفسها بتختلف يعني فيه مرحلة فيه مرحلة الحادة فيه مرحلة جزء من الحاد خصوصا البي و سي و دي بيدخلوا مرض مزمن على فترات قد تصل لعشرين سنة في فيروسي على سبيل المثال وبعدين يدخلوا فيه مضاعفات مضاعفات اللي هي الفيروس نفسه اللي هي غالس فيها بقى تلايف كبد أو حدوث اللي هي التلايف الغير متكافئ مضاعفاته ستسأة اعتلال دماغي فشل كله نتيجة الفشل الكبدي أو حدوث أورام والحاجات دي كلها فهنا حسب المرحلة المرحلة الحادة لا معظم بيتعالج بطريقة سليمة جدا ولو فعلا اكتشف الموضوع بدري وتم علاجه بدري الموضوع بينتهي يعني تماما المزمن فيروسي من النماذج نكحة جدا يعني زي ما قلت من بداية صفالة والعدوية اللاحقة لا بيتم علاج يعني التجارة المصرية كان نسبة النجاح للعلاج المصري أكتر من 98% وزي النسبة العالمية فإذا فيروسي التهب المزمن بيتم علاجه يعني بطريقة فعالة جدا مشكلة فيروسي وإنا بس حول كومنت أو تعليق بسيط إن لو الشخص عنده تلايف كبد أو مقابل التلايف بسميه F3 وتم علاجه من الفيروس إحنا بنحط برضه إنه بنقوله مبروك أنت تعليق في الفيروس كويس بس خلي بالك لازم تتابع معنا بنعملك مجادة صوتية كل 3-4 شهور وبنعمل تحديد دلالة أورام اللي هي الكشف المبكر لأورام الكبد ممكن كان فيه مبادرة رئاسية أهمة جدا اتعاملت سنة الفاتت في مارس إلى كشف المبكر لأورام الكبد من خلال اللجنة القومية وكافة الفيروسات الكبدية أنا عايز أقول موضوع الاتهابات الكبدية مش بعبع زي زمان لا فيه علاج فيروس بي رغم إن مفيش علاج فعال زي فيروسي ولكن فيه علاجات بيتم التحكم في موضوع الفيروس ومنع المضاعفات وبناء عليه إحنا نقدر نقول إن مصر انتهت من فيروسي طب بالنسبة لل الفيروسات الكبدية الأخرى A و B و D وصلين لغاية فين عندنا نسب عندنا أرقام نقدر نقول إن عندنا تحديات تشوف حضر سؤالك مهم جدا هل الموضوع كفيروسي خلاص هننام على كده لا إحنا بنقول نسبة إصابة الحمد لله إحنا بنعمل خلو بكلمة خلو الأدمي إن نسبة إصابة عندك أقل 1% معناه إن فيه حالات الحمد لله فردية يعني قليلة نشوف حتى في عياداتنا أو المستشفات قليلة جدا ولكن لازم عينينا تكون صحية سواء لل B و C و D عن طريق إيه بقى دي النقطة بتهمة جدا فيه الوقاية نقطة تانية بتنفذي برامج إيه مكافحة العدوى في جميع منشآت الطبية سواء العامة أو الخاصة فدي بتبقى مهمة جدا زائد السلوك الصحي القوي يعني حتى بالرب يولدنا إنه كل واحد يبقى له ليه الأدوات الخاصة بتاعته فرش أسنان الأصاف الحاجات دي كلها هرون حلاءة حلاءة أو مانيكير وباديكير أخذ الأدوات بتاعت الحاجات دي كلها فإذن الوعي الصحي هام جدا جدا عشان قافل إيه اللي حنفية إحنا الحمد لله كعلاج ماشيين كويس قوي قوي الوقاية هامة جدا وإحنا ماشيين بيها بشكل جميل من خلال مكافحة العدوى والتخلص الأمن من إيه من النفايات الطبية وبرامج الدم الإيه الأمن وإحنا في مصر الحمد لله بيتم نقل الدم بشكل آمن جدا جدا يمكن من ناشيين سنة يمكن أنا كنت لسه أسأل حضرتك دلوقتي أنه يمكن أكتر من طبيب بيأكدوا أنه ما فيش حالات فيروسي بتجي لهم دلوقتي وهل ده بيرجع لمحصرة الفيروس في مصر ولا لا وحضرتك جاوبت على السؤال ده هل بنتكلم فعلا في صفر حالات ما قدرش أقول صفر وقال حضرتك إحنا بكلم الكلام القلبي إحنا بنلاقي إحنا كأماكن متخصصة بالنسبة للكبد في حالات ولكن لما نقول حالات نادرة كلمة نادرة دي معناها فعلا مهمة جدا جدا وبتم التحكم فيها يعني بشكل فعال وبتم علاجها بشكل فعال وهم حاجة يا سبسانت أنه إحنا بندي التوعية يعني أن التوعية صحية يعني أن التوعية صحية يعني أن التوعية فعلا نحن نشوف دلوقتي حاليا والمرضى قبل 2014 لا الوضع مختلف خالص يعني فالوضع الحمد لله يعني لا فيه إنجازات كبيرة جدا جدا سواء على مستوى الدولة أو حتى عام سوى وعيد طب أنت كطبيب يا فندم لما بيجي لك المريض هل بتلاقي فيه الوعي ده هل النهاردة المريض عنده الوعي ده أنه أنا سمعت أنه دي حاجة خطر قوي فأنا عايزة تعالج هل بيجي لك النوع ده من المرضى بيجي طبعا ليه بقى لأنه هو يمكن أول الحديث بتاعكم أنه كان فيه أهل حد من الأرائي وحد من الجيران كان فيروسي يدخل فيه المضاعفات أو فيروس بي يدخل فيه المضاعفات فطبعا من نتيجة أنا عايزة أقول الخلفية اللي كانت موجودة في المجتمع المصري فده يعني أصبح يعني ده يسميه الخوف الإيجابي يعني مش خوف إنه رعب زي من أول خالص الأيام بالإنترفيرون قبل صفال دي كان ناس مرعبين لما كناش نقدر ندي الإنترفيرون الحقن دي لكل الناس وكان نسبة النجاح لا تتعدى كان 50% يعني كان فعلا من اللي بيشوفه حواليه وكان الوضع دلوقتي لا مختلف خالص دلوقتي فيه علاج فعال فيه طريقة فعلا أنهنا بيتحكم في المرض كدولة وكأفراد ومنشآت طبية بشكل كويس جدا جدا تحديات طيبة اللي بتقابلني إيه كدولة وكمنشآت طبية وكسلوكيات أيضا بالنسبة للأفراد اللي أنت تمشي بيسميه المصدامة زي احنا دايما بنتكلم على التنمية المصدامة يعني أنت وصلت مساوى معين لو أنت تمد وصلت مساوى معين ده وأنت ما عندكش الكوادر اللي هي بترائب الموضوع من أوله بالزبط وبتغير خطتك تبع للموضوع ده فالموضوع ممكن قد يحدث فيه انتكاس بالزبط فإذا الموضوع أنت عندك الوعي موجود جدا جدا تدريب الكوادر الطبية دي همه جدا جدا أهمه نتمتش على باكوريس طب وجراحة أو الصيدالة أو كم ده الممارسة القلمية ده التمريد ده هو الموضوع ده كله تمريد ده يعني عايز أقول أن مش هي العادة وحركة وتلم الدم بزبط كان ضم مشاكل يعني بين مريضه التاني كيفية التعامل يعني على الأقل تغيير الجلافز الجوانتي الحاجات دي كلها التخلص الأمن حتى من السنون سن الإبرة في شيء مصمت قوي الحاجات دي كلها عشان حتى اللي يجي بيلم حتى المخلفات ما يصابش لو الموضوع بشكل مضبوط ففي مفردات كتيرة جدا جدا احنا الوعي الحمد لله أحسن بس هم حاجة زي مقطة لحضرتك هي مسألة الرقابة والممارسة والموضوع يكون دايما موجود عندنا طيب حالك قلت في اي بي وزي وصي وزي من الفيروسات المختلفة يعني اختلاف الأعراض ما بينهم ايه وبعد الشر على كل الناس يتفرجوا علينا يعني ايه الأعراض اللي لو حد حس بيها يقول أنا هروح أكشف دلوقتي ممتاز هلنونا في مرحل مثلا نفرض واحد يعني عادي كويس قوي وبعدين مروا حد هتسخن ارفع في درجة حرارة بشكل كبير اجهاد بشكل خطير جدا جدا ممكن لون العين بيبقى أصفر لون البول بيبقى داكن احيانا بيحصل فيه ألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن ممكن فيه ألم مفصلية دي على طول بنقاس مضادة لازم أعمل على طول وظيف الكبد وبعمله مجادة صوتية دي المرحلة الحد ومرحلة الحد عايزة أقول لحضرك فيروس ايه مثلا والإيه بيعتمد عليه على الراحة وتنظيم الاكل يعني فيروس ايه مفيش علاج تخصصي يقدر قديزة فيروس بي و سي والحاجات دي كلها حتى فيروس بي و سي في دور الحد بنسبة كبيرة جدا ما تدومش العلاج هي التخصصي فإذا الفاكر المتابعة الطبية وإعطاء الإرشادات بالنسبة للأطهمة والراحة التمت وهمة جدا فيه جزئية بلاحبون العجياء واحد يعني جزء كبير من الناس خاصة فيروس بيعدل دور الحد وهم مش عارفين بيسموه صاب كلين كلا وغير ملحوظ بيدخولوا في الدور ومزمن وهمش عارفين بس فيه على المدى بتبدأ تخلينا احنا كالطباء نشوف واحد مجهوده كان كويس بدأ مجهوده يقل جدا جدا أحيانا بيبقى فيه شحوب في الوجه أحيانا فيه تضخم في الغد الليه إنه كفية أحيانا بقى فيه دخل في المضعفات بقى اللي هي المضعفات دخل في التلايف ومضعفات تتورم في الرجل لا قدر الله لحنا مش عايزينه واحد يجي لأول مرة مش حاسب أي حاجة ولا بيشتكي باي حاجة سابقا اللي فيه السلسة في البط واحد بيجيله ألم بنعمله صنار اللي فيه بعض البقر فدي لأ عشان كابت نقول إيه إحنا الحمد لله مش لازم أروح لعيادات الطباء أنا عندي عيادات الكابت متشرة في مستشفات الجمعية ومستشفات وزارة الصحة أي واحد بحس بإجهاد بأي واحد يعني عايز أقول إيه يعني كان اختلط بقريب له بشكل قوي جدا وكان هذا القريب كان مثلا عنده فيروس دي أو أي حاجة وكان وحسب بتغير في العالمات لا أروح أكشف على طول ومنسمى أتمن على نفسي ولماذا طيب يعتبر يعني فيروس بيه الأشدفات كان من باقي الفيروس ده سؤال مهم جدا 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 يعني طبيعة مشي أشهد فتحة أنا عايز طبع من بات حتى بالنسبة لساد المشاهدين عندهم فيروس بيه يعني فكري أقول إن ده أخطر من سي وكام ده وضل من دين لا موضوع مش كده طول ما أنا ماشي صح بيبقى الوضوع بيبقى سليم جدا جدا وبيمشي بأمان فيروس بيه إن شاء الله فيه أمل بس هاي يعني أتأخر شوية فيه إنتاج الأدوية اللي هي الفعالة زي فيروس سي خلال تلعة أربعة شهور إنتاج لكن عايز أقول إن إحنا مشكلة فيروس بيه إن هو لو مع الشخص أهمل فيه وما بيبقىش متابعة البروجرس وتقدم بتاعه بيبقى سرعة جدا جدا من إيه من سي سي عشان يعمل يعني تلايف كابد على سبيل المثال على مدار عشرين خمسة عشرين سنة البيه لا ممكن في خمس سنين ممكن يعمللي التلايف وممكن يعمللي مضعفات التلايف عشان كده بيلاقي شباب صغير اللي هما أهملوا في نفسهم أو ما يعرفوش أو الكلام ده كله بيدخلي في الكلام ده هما لسه يعني سن صغير يعني فعشان كده رسالة وأنا أشكركم على حكاية العلامات اللي موكلة أي واحد بحس بأي تغيرات يعني ظاهرة له أو بيعاني من شي معين لابد من أنه يكشف على طوط البياني ويمكن الإجهاد دي أهم حاجة لو مجهودك قل ومش قادر تعمل نفس المجهود اللي أنت كنت بتعمله قبل كده وحسيت نفسك دايما تعبان ودايما منهك لازم تروح تكشف على وظائف الكبد كل شكر لك دكتور محمد عيز العرب استشاري الجهاز الهضمي والكبد ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمهد القومي للكبد كل شكر لك شكرا 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 شكرا